تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من صاحب الجلالة الملك جيم جي سينجي وانجيتشوك الملك الرابع لمملكة بوتان الصديقة أعرب فيها عن تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لجلالته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقطيره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ومملكة بوتان الصديقة ومتمنيا جلالته موفور الصحة والعافية